بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين اللهم اجعلنا ممن سلكوا مسلك النبي الأمين ومسلك الصالحين في هذا الشهر الكريم وليالي مباركات وأيام سعيدات معنا وإياكم في هذه الحلقات الطيبات من لحظات ولحظات تقريب أيها الحاضرون أيها المستمعون أيها المشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الحديث من الجزء الأول من حلقة يا باغي الخير أقبل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الآخر من الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة يصبر الإنسان على جوعه على عطشه على أذية غيره له بصبره ينال ثواب الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة والله إن الجنة قريبة من الإنسان الموفق أقرب إليه من كل شيء بمجرد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى ولكن كان موفقا في هذه الدنيا ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة يؤذى هذا الإنسان في رمضان في نهاره في ليله فيصبر على أذية من آذاه يصبر على لسان من تأكلم عليه وشتمه يصبر على من هتك عرضه يصبر على من ضربه يصبر على كل حال من الأحوال مما يدور خلال هذه الأيام فإن الله عز وجل يجازيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجازيه بالجنة وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة أيها المرأة اصبري وصابري ولا ترد الصاع بصاعين ولا ترد الكيل بكيلين أيها الرجل إذا أذيت إذا شتمت إذا تكل ما عليك إذا فعل بك ما فعل فقل إني صائم تذكر ماذا تذكر فضل الله عليك بالصيام وتذكر احتساب الأجر بصبرك على من آذاك بأن لك ثوابا وهو الجنة وفقنا الله وإياكم والصبر يحتاج منا إلى صبر كيف تصبر على أن تكون صابرا لأن تغض البصر عن من آذاك فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم وفي هذا إكباح للنفس من غيظها وإكباح للنفس من شهوة الرد بأن لا يسكت هذا الإنسان أنا لا أسكت على من آذانا إن لم تسكت على من آذاك فاتك الأجر يجوز لك أن ترد عليه بمثل ما فعل بك ولكن خير لك من أن ترد أن تحتسب وتصبر وتقول إني صائم وتنال بذلك الصبر والصبر بذلك ثوابه الجنة وفقنا الله وإياكم حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أمرا عجيبا وقال وهو شهر يزاد فيه من رزق المؤمن يا سبحان الله الغني يفرح بهذا الشهر والفقير يفرح بهذا الشهر والتاجر يفرح بهذا الشهر وكل واحد في هذا الشهر له رزق زيادة ومبارك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالغني يتم نشر بضاعته وكثرة البيع لبضاعته ويكثر من يشتري بضاعته وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمى رمضان عند كثير من الناس أن رمضان موسم حقيقة موسم يغتنمه الصالحون فيزداد فيه الطاعات ويغتنمه الأغنياء فيزدادون فيه أرباحا ويزداد فيه الفقير فيجد من يتصدق عليه ومن يتكرم عليه ومن يعطيه وكل فرد من أهل لا إله إلا الله في رمضان يزداد له رزقه حتى أن من جمع بين التجارتين الدنيوية والأخروية اختاروا إخراج زكواتهم المفروضة والمندوبة اخراجوا زكاتها واختاروا خروج زكاتهم في رمضان من أجل ماذا؟ قالوا من أجل أن يحوزون فضل زيادة الأجر والثواب من عمل فيه خصلة كما ذكرت لكم في الحلقة الأولى من عمل فيه خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه رجل تصدق ولم ينويها أنها من زكاته كتب الله له أجرها كأنها فريضة ورجل تحرى أن يخرج زكاته في رمضان كتبها الله له كأنه أخرج سبعين زكاتا هكذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته أن ينالوا الخيرات العظيمة والأرباح الوفيرة من الله جل جلاله وتعالى تعظمته قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار هنيا لمن كان غنيا ويفطر الصائمين يوميا وهنيا لمن فطر ولو يوما واحدا ولو فردا واحدا من الصائمين قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم أي ليس كلنا أغنية ونستطيع أن نفطر الصائمين فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقال يكفي أن يفطر الإنسان الصائم الصائم بماذا؟ بتمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن هذا النزر اليسير في إخراج هذه التفطير أو في إنفاق الإنسان من أجل أن يفطر صائما ولو تمره واحدة أعطيتها فردا من الناس ففطر بها نال هذا الإنسان أجر ذلك الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء إن كتب الله له عتق من النار كتب للذي فطره عتق من النار إن كتب الله عز وجل له نظرة في هذا اليوم أعطاه الله عز وجل من فطر نظرة بمثل ما يعطي ذلك الإنسان يعطى من فطر الصائمة هذا الأجر وهذا الثواب لا تستكبر الماء المسألة فيستحقر الإنسان نفسه فلا يخرج الصدقة في إفطار الصائمين ولكن يقدم ما يشاء وما يريد وفقنا الله وإياكم وهدانا الله وإياكم عدنا إليكم من جديد ونواصل حديثنا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار حبيبكم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله قسم هذا الشهر ثلث الأول جعل رحمة الله سبحانه وتعالى فيه صبابة على العباد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتجلى بمضاعفات الرحمة التي ينزلها على العباد يتجلى فيها في الثلث الأول منه العشر الأول من الشهر ليس هذا بمعنى أن الله يحجب أو يحجب رحمته في بقية الأيام حاشا لله فالله أرحم الراحمين ولكن يتجلى باسمه الرحيم ويتجلى باسمه الرحمن ويتجلى على عباده بالرحمة في هذه الأيام فمن أدركته رحمة الله سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبدا شهر أوله رحمة فمن مسك بذيل الصفة العظيمة وهي صفة الرحمة وجعل نفسه في العشر الأول من هذا الشهر يتصف بصفة الرحمة في من حوله من فقراء يتصف بصفة الرحمة في من حوله من طلاب إذا كان هو معلم ومدرس اتصف بصفة الرحمة إن كان صاحب تجارة اتصف بصفة الرحمة إن كان صاحب محل للمواد الغذائية وغير ذلك فليتاجر مع الله عز وجل وليرحم الضعفة ولن ينسى الله له هذه الرحمة فيضاعف الله له رحمته لهذا الإنسان الذي اتصف برحمة قذفها الله له في قلبه فرحم بها الناس الله عز وجل أرحم الراحمين ويتكرم على من اتصف بهذه الصفة يعطي الله عز وجل الرحمة بقوة بليغة لمن اتصف بهذه الصفة وفقنا الله وإياكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوسطه مغفرة الله بكرمه وجوده يغفر ويتجلى بالمغفرة لعباده في أواصط هذا الشهر الكريم يتجلى على العباد بأن لا يبقي لهم دنبا إلا ومحاه يتجلى على العباد بأن لا يبقي لهم كبيرة من الكبائر سجلت في صحائفهم وقتابوا وأنابوا ورجعوا إلا وقد محاها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله تعالى في العشر الأواسط من رمضان يتجلى على العباد بأن يغفر الذنوب جميعا لكن من الذي سيستقبل هذه العشر الأواسط بطلب المغفرة من الذي سيستقبل هذه العشر الأواسط بأن يتصف بصفة الغفران للناس ومعناها المسامحة سامح واعفوا عن من آذاك عن من ظلمك عن من تكلم عليك سامح كل من أساء إليك بأي إساءة من الإساءات رجل في يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه قال لهم سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة أي سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة خطر في أذهاني الصحابة الذين كانوا جلوساً عند النبي أن هذا الرجل لا شك أنه من كبار الصحابة أو أن هذا الرجل لا شك أنه من السابقين الأولين في الإسلام في دخول هذا الدين كلهم ارتفتوا إلى جهة دخول أو مدخل ذلك المسجد العظيم المبارك فوجدوا رجلاً ممن لا يعرف رجلاً واضع عليه تحت إبطيه رجلاً لحيته تقطر من الماء من الوضوء فتعجبوا ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئاً لا ينطق عن الهوى ثم بعد ذلك جاءوا في اليوم الآخر وهم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي يقولوا مثل ما قال بالليلة البارحة قال سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة نظروا إلى مدخل المسجد فإذا بذلك الرجل بنفسه قد دخل وتكررت البشارة مرتين النبي بشره المرة الأولى والمرة الثانية وفي الليلة التي بعدها أيضاً بشر وقال سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع نفس الرجل الذي دخل في الليلتين الماضيتين كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يتعشق ويتعشق ما هي الأعمال التي يسلكها هذا الرجل والتي يعملها هذا الرجل حتى يتأسى بها فينال بها شرفاء البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للجنة إذا قال النبي صدق هذا رجل من أهل الجنة يكون من أهل الجنة ذهب سيدنا عبد الله بن عمر إلى ذلك الرجل وقال إني بيني وبين أهلي شيئاً فهل تسمح لي أن أبيت عندكم ليلة وليلتين أو ثلاث فرحب به وهذا من كرم الضيافة أن يكون صدرك واسعاً لمن جاءك واستضافك بات عنده في الليلة الأولى ونام بجانبه وكان ابن عمر لم ينم طول الليل ينظر إلى ذلك الرجل ماذا يعمل من أعمال تستوجب البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أول ليلة لم يجد شيئاً قام كعادته من الصحابة كقيام الليل المعتاد لا يوجد أحد من الصحابة كان ينام إلى أن يصعد الفجر وإلى أن يطلع الفجر ولكن لهم من القيام ولكن على حسب القوة فمن الناس من الصحابة من هو قواماً من أمثال سيدنا عثمان بن عفان وغيرهم من من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه مجمعين بات الليلة الثانية فلم يجد من الأعمال إلا ما وجده من الليلة التي قد سلفت بات الليلة الثالثة فلم يجد شيئاً شيئاً غريباً لا يعتاده من أهله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه بعد أن انتهت الثلاث الليالي قال يا أخي إنه لم يكن بيني وبين أهلي شيئاً ولكن جئت لكي أسأل لكي أرأ ماذا عملت من عمل استوجبت به دخول الجنة لأن النبي ثلاثة أيام وهو يبشر بك أنك من أهل الجنة فماذا تعمل حتى استوجبت الجنة قال له كما ترى لا أعمال عندي يكاد أن ييأس سيدنا عبد الله بن عمر وأراد أن ينصرف وشكره على ضيافته وعلى حسن ضيافته بأن يبيته عنده ثلاث الليالي ثم عند انصراف سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول له تعالى يا عبد الله فقال لبيك قال إنني في كل ليلة عندما أضع رأسي على مخدتي أقول اللهم من آذيته فأسألك اللهم أن تكذف في قلبه مسامحتي ومن آذاني فأشهدك يا ربي أنني قد سامحته هذه صفة المسامحة إذا تجلى الله عز وجل على العباد في العشر الأواصط من رمضان بالمغفرة فتوصف أنت أو اتصف أنت بأن تكون من أهل المسامحة ومن أهل العفو ومن أهل الكرم حتى يتكرم عليك الله بالمغفرة أعمالنا تستوجب النار نسأل الله اللطف والعافية ولكن إذا اتصفت أنت بصفات الرحمة والمغفرة للناس يكرمك الله أما العشر الأواخر فقال النبي فيها صلى الله عليه وسلم ونختم بها حديثنا قال فيها النبي عشر العتق من النار بمعنى أن الله عز وجل يتجلى على العباد بالعتق فمن تقرب إلى الله نال العتق شهر أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره عتق من النار يتجلى الله على العباد بالعتق كل من تقرب أكرمه بالعتق أتدري ما معنى العتق أي يخرجك الله عز وجل من النار وقد استوجبت دخولها هذا معنى العتق رجل استوجب دخول النار بسبب عمل من الأعمال لكن الله سبحانه وتعالى بعمل يسير عمله هذا الإنسان في العشر الأواخر قال قد أعتقتك من النار وذاك تصدق قال قد أعتقتك من النار وهذا تزكى قال قد أعتقتك من النار فنسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم ممن يعتقهم من النار اللهم يا مولانا ويا خالقنا وكل من شاهدنا وكل من سمعنا وكل من حضارنا نسألك اللهم أن تتكرم علينا بالعتق من النيران في هذه الليالي الشريفة المباركات يا رب العالمين اللهم أكرمنا بالرحمة في أول رمضان وأكرمنا بالرحمة بالمغفرة في أوسطه وأكرمنا بالعتق في آخره واجعلنا من عبادك الذين اصطفيتهم وهديتهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة